على ما دار من حديث في حال البلد واللي أقول يا أستاذ طهر بكل أسف البلد دي كل ما تصهر فيها بارقة أمل والناس يستفشروا خير بأنه في مشروع كبير حيقوم وحيكون عايد بفايدة وبرخاء على المواطنين تجي غيوم سوداء والمشروع يجيف وتكون له لجنة ولجنة إسر لجنة ولجنة تليها لجنة وتنبسق عنها لجنة ويموت الموضوع والسلام على طهر ونظل هكذا نراح مكاننا يا أستاذ طهر والله البلد لو ما كان فيها صارع القرار طوالي بتدفى القرار طوالي يطلع للناس الحاجات ما بتمشي